اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل ما معلم بعدين في القرارات ان القرار يعني في البداية اتخذ يعني في وقت اسبق من الذي تم الاعلان عنه بس القرار حط في الاعتبار يعني وضعية او الاطار القانوني فعلا اللي مشي في النادي الاهلي واللي لا يعيب اي حد في اي حاجة انه هو يستشكل على الاجزاء اللي هو شايف انه قد تكون فيها اولا حماية كل حقوق النادي الاهلي في الوقت دوت ومنها حد تانية برضو حماية لكل اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي من اي عقوبة قد يرى النادي الاهلي انها لا تكون عادلة في الوقت ده فما فيش اي حاجة غير ان احنا مشي نافق طرق قانوني وده الشيء لكل نادي وكل جهة وكل مؤسسة بتسعى لي لحماية حقوقها والضمان الحقوقها خصوصا قبل ماتش مهم جدا زي ماتش الزمالك في السوبر اللي اعتقد انه يعني هي ممكن يضيف للكولر شيء مهم جدا ويضيف للنادي الاهلي السنادي شيء مهم جدا هو الحصول على بطولتين قبل يعني انتهاء بطولة الدورة اللي يمكن تكون يعني بشكلك بين يعني النادي الاهلي ضمن الوصول لحتة كويسة جدا في سبيل تحقيقها انا شايف انه القرار بتاع اللي صدر اليوم بشأن التظلمات وما الى ذلك بغض النظر عن اقتناع اي حد بجدوى او بمنطقيته فهو قرار قانوني بيضع الاطار القانوني في المقام الاول وده اللي احنا بننادي به من زمان انه كل شيء يتم وفقا للاطار القانوني اللي لازم يمشي فيه